السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة معانا وصفة جديدة وهي محشي ورق العنب مين فينا ما بيحبش ورق العنب ان شاء الله يا ستك كل هعلمك طريقة سهلة جدا جدا ويطلع معاك مفلفل وجميل جدا وهيبقى احمر من جوة كده ولزيز جدا جدا وطبعا الطريقة دي اللي ممتدئين معانا اللي لسه دخيني المغبط جديد او عرائصنا الحلوين اللي لسه بتعلمه عمال المحشي هوريك يا ستك كل ان شاء الله كل تفاصيله بس ما تنسينيش بالتعليق الحلو وتفعيل زر الجرس واللايك الجميل عشان يوصلك جول جديد يا حبيبة قلبي اول حاجة هنرفع معانا حل على النار وهنحط فيها حوالي نص كباية زيت ومعانا هنا بصلتين كبار ضربينهم في الكبة معانا بس مستنين لما الزيت يقضح لازم الزيت يسخن يا حبيبة قلبي ما تنزليش على زيت بارد عشان البصل بتاعك ما يشربش من الزيت ويبقى يحمي على صدرك بعد كده يا حبيبة قلبي اول ما الزيت سخن هننزل بيه البصلتين المفرومين احنا مش عايزين نحمر البصل لا احنا عايزين بس نشوحها اوني ندبلها بس مش اكتر من كده عشان تبقى مسكرة وجميلة معانا فصين تومت وان الطحم تقطيع رفيع جدا طبعا التوم بيودي التسبيكة في حتة تانية خالص ريحتها بسم الله ما شاء الله هتجيب اخر الدنيا يا حبيبة قلبي اول ما ريحة التوم تطلع معانا هنبدأ ننزل بارنفلفل رومي هنقطعه بالطريقة ديه طبعا باسم الله ما شاء الله الريحة تبقى تحفة جدا جدا يا حبيبة قلبي وان شاء الله بازن الله تعتمد التسبيكة دي في اي نوع من انواع المحاشة بتاعتك وطبعا احنا هنا يا دوبك هندبل طبعا معانا الفلفلية هننزل طبعا بشفشق ونص طماطم او شفشق حسب الكمية اللي انتي بتعمليها يا حبيبتي بسم الله ما شاء الله حاجة زي العسل معلقة فلفل اسود بابريكا جنزة بير طوم بودر وكسبرة نشفة والسبعة بهارات وكمون وشوية نعناع ومرقتين دجاج وهو ده كل التوابل اللي بتحتاجيها ان شاء الله بازن الله يا حبيبتي هتعتمد الطريقة دي في التسبيكة بتاعتك وان شاء الله بازن الله مش هبطاري تعمليها بالطريقة دي معانا طبعا هنا الخضرة بتاعتنا غسلينها ومنضفينها من اي شوائب فيها وغسلينها كويس جدا جدا ومصفينها وهنبدأ ان احنا نقطعها طبعا مع بعض بالطريقة دي انا بحط النص على التسبيكة والنص التاني على الرز بسم الله ان شاء الله مش قادر اقولك على الريحة كانت عاملة ازاي حاجة كده اللهم بارك زي العسل يا حبيبة قلبي هتعتمدها ان شاء الله في عمال التسبيكة اخر حاجة معانا هنبدأ طبعا نزبط الملح بتاعنا حطينا حوالي معلقة كبيرة ملح وزبطنا الملح بتاعنا بعد كده جبنا الرز طبعا معانا غسلينه كويس ومصفينه هنزبط طبعا بالتسبيكة والسر بتاعي هو دبس الرمان علشان طبعا احنا عارفين ان ورق العنب فيه نوع من انواع المزازة فشوائي دبس الرمان ده حوالي معلقتين كبار والله العظيم تلاتة بصوا كان في منتهى الجمال اولادي قالوا لي يا ماما حاجة مختلفة المراضي في ورق العنب طبعا قلتلهم عشان دبس الرمان بتاعنا طبعا احنا عارفين ان ده طبعا مش موسم ورق العنب تمام انا جبت طبعا ورق العنب المتفرز دوت او لو انت مفرز ده في الفريزر ما فيش اي مشكلة طبعا احنا مسلقناهوش لكن لو انت مفرز ده في الفريزر ممكن ان انت تسلقينه لكن انا جايبا كده فده شطفته شطفة بسيطة وبدأت ان انا احشي بيه على طول لان التفريز بيسلق يعني بيسوي ورق العنب شوية بعدك طبعا الطريقة اللي احنا هنوريهالكو دي ديت لعرائصنا الجداد او المبتدئين اللي مش بيعرفوا يلفوا بالطريقة دي يا حبيبة قلبي الجهة الخشنة من جوة اللي بتحط فيها الرز والجهة النعمة بتبقى من برا اللي هي بتلف وتبقى بالطريقة الحلوة دي بسم الله ما شاء الله حاجة زي العسل هوريكو تاني يا حبيبة قلبي معينا هيت بنحط الرز بتاعنا هوت والجهة الخشنة من جوة اللي بنحط عندها الرز ونبدأ ان احنا نلف بالطريقة الجميلة بتاعتنا دي هوريكو طريقة تانية اللي حبيبنا طبعا المخضرمين في المحشي بالطريقة دي اللي انا طبعا بعمل بيها بس انا بوريكو طبعا ايه دو بسم الله ما شاء الله اهو طبعا ده كبير وصغير ووسط ليه لان بتفرق في حجم ورقة العنب بعد كده هنجيب كم ورقايا كده في القعر ونفرشهم وبعد كده نبدأ خلاص خلصنا الكمية بتاعتنا يا حبيبت قلبي نبدأ نجيب طبعا انا كان عندي شربة اه فلفل ريزر سخنتها وبعد كده اكان في معلقتين صلصة كده من تسبيكة فاضلين رحت احطاهم اه على الشربة بتدي طعم جميل جدا جدا يا حبيبتي تبدأ ان انت طبعا تهز الحلة عشان تتأكدي ان الشربة وصلت طبعا لكل جزء من اجزاء اه الحلة طب لو ما عندكش شربة بتجيبي مرقتين دجاج مع كمية مية سخنة مغلية وتدوي بيها فيها والزباطي ملحك وتسقيها ومفيش اي مشكلة خالص يا حبيبت قلبي اه يعني تصر في بالموجود عندك بامكانياتك المتاحة بعد كده حطينا طبعا شريح اللمون اللمون برضو بدي مزة جميلة جدا جدا طبعا انا كان عندي هنا قرنفلفل بس واحد رحت حشياء وحطاه بيدي طبعا ريحة جميلة جدا جدا وانا كان ممتازة وده دلوقتي الشكل النهائي بتاعنا طبعا احنا بعد ما وطينا عليه بعد ما تشرب معنا ووطينا عليه طبعا كانت دي النتيجة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حاجة كان زي لحصل طالع مفلفل وجميل جدا جدا والتسبيكة بتاعتنا حمرة زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله تعتمد الطريقة دي ان شاء الله يا حبيبت قلبي احنا شكرا للمشاهدة